السلام عليكم. السلام عليكم. نبغى اول شيء نعرف اشياء نظرية على الخوارزمية. الخوارزمية في شيء اسمه. هذي 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 لو كان عندك مجموعة حلول او مجموعة اي اشياء او خيارات انت حاول دائما تختار الافضل بين الخيارات. ممتاز بعدين بزيك خيارات ثانية مجموعة تختار الافضل لكن هذا ما يؤدي الى الحل الافضل غالب يعني مو دائما يؤدي الى حل الافضل ممكن يؤديك الى حل افضل وممكن ما يؤديك الى حل الافضل. مثال مثال هذا الشيء. لو انا عندي نقطة اي وتعدي نقطة بي انا برح من اي الى في قال شف ترى من A إلى الطريق هذا يكلف ثلاث دقائق حلو ومن A إلى هذه نقطة يكلف عشر دقائق إذا وصلنا هذه النقطة يكلف دقيقتين إلى ال B إذا وصلنا هذه النقطة يكلف عشرين دقيقة إلى ال B طيب أنا حين أنا حين واقف في A حلو عندي خيارين يا أروح لمة العشرة يا أروح لمة ثلاث دقائق الابتوفيزيشن سليوشين تقول لا تروح لمن الافضل الافضل وشو ثلاث دقايق يعني بروح هنا ارحين كم ارحين راح من وقتي راح من وقتي ثلاث دقايق ثم اروح الحين كم عدي من خيار ما عديلا خير واحد أبو عشرين دقيقة رحت كم كلفني كلفني 23 دقيقة هل هذا هو البست سليوشن لا مو بالبست سليوشن البست سليوشن ممكن هنا هنا عشر دقايق وهنا دقيقتين. كلبنا هنا 12 دقيقة. يعني فرق فرق 11 دقيقة. فيقول لك هذه المشكلة. ما تؤدي لحل الافضل لكن هي تختار الافضل يعني في كل خطوة. فشيء احين جاءنا احين الالغورثم اسمها غريدي ا Algorithm. قويس. غريدي ا Algorithm هذه في مشاكل. شيفت مشاكلي هذه المشاكل. يجون شاي اسمها غريدي algorithm. هذه العامة يشغلونها على هذا الشاي عشان يعطيهم best best صدقي كويس يعني محتمل او لا لا يخلونا البست معنى بست صدقي فنقول الدكستر الالغورثم يستعمل هذا الشي يستعمل الالغورثم الدكستر هذا لا يعمل مع الاجز اللي هي سالبة لو كان عندي هنا نقطة مثلا ايه هنا البي ويكلف من سالبة 8 سالبة 8 الى هذه هذا ما يشتغل مع الدكستر ما يتعامل مع هذا الشي يتعامل مع الموجب والأوردر تبعها A log B هذا الجالب النظري